وثمانياتي للبودلاء ايضا فيه هبقى اقول لحضراتكم طبعا البودلاء وبدلاء الدكة يمكن النهاردة اكتر من عشر لعبين في البودلاء يعني ممكن نشوط التاني نشوف يعني فريق اخر للنادي الالي حسام عشور وضربة البداية ونحسن الايمن هذا السلام على طول لحسام عشور من لمسة واحدة احمد الشيخ ولا انطلق براتاني الازار ولكن يتدخل عمر سابت وبيطلعه على طول وضربة ركنية لصالح النادي الالي واول دربة ركنية بتنم طبعا في الاعادة زي ما حضراتكم شايفين محاولات الاصول للماربع ولكن التدخل عمر سابت ودربة ركنية هيلعب على طول من احضر هيلعب على طول مرتاني ناحية اليمين احمد الشيخ يلعب على حدود مطية الجزام اللامسة واحدة حيلة على انطلاق اوه احمد فاتحي واد اختراكات احمد فاتحي ولكن في توقيت مناسب جدا مازال الضغط على طول محمد وحيد ولكن محمود الامن المدير الفني واد الاختراك على طول مرة تانية للنادي الالي ولكن لسه في المرعب واد الهجمة فتها الخطورة مرة تانية على طول الانطلاق على احمد الشيخ الهجمة للنادي الالي حواس على نفس واحمد كالمعتاد ولكن فيها لمسة مش بقصودة امام حكم اللقاء على طول عاطف حزي الالي استلاب على طول مرة تانية ازاره هيجرب واد التزديد ولكن ضعيفة عادي ضعيفة في ايدين على طول احمد الالي ومباراة النادي الالي وما نموش من مبارح اكيد واد الهجمة لقبرة تانية احمد فتح احمد 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 فضل يسدد على المرمى ولكن بطريقة نقول بقى مش ممكن تبقى كان المنتخب الارجنتيني قوي جدا ووصل لدونجا نشوف الهجمة الاول العرضية الجميلة ولكن بتعدي اسلام محارب وبتطلع على طول ورمي التماس صالح جمعة عملها في زكاء كبير لاحمد فتحي واحمد واحمد لسه فيها كلام ولكن ضاعت الفرصة وبتصل على طول لاحمد المحرات كان يقدر احمد فتحي بالله ما يوقفها يخد من لقاه وصاحب القرار على احمد الشراوي دربة دربة جزاء هذه بنشوفها في العادة مرة تانية ودي على طول صالح جمعة صالح وركلة الجزاء وصالح 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 جوة جول عملها حلوة حلوة على طول ركلة جزاء صناعة صالح جمعة بهدف اولاني يتقدم النادي الاهلي في لقاء النهاردة يعني تقريبا فيه ادية اربعين من زمن واحداث الشوت الاول من هذا اللقاء صالح جمعة اول اهداف اللقاء من ركل الجزاء صالح جمعة اول اهداف اللقاء للنادي الاهلي صالح جمعة محمد نزل البدل من اسلام محارب يسلم على طول صالح جمعة وانطلاق المحمد ازاره 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 يلم كورته ويلعب لمين يتأخر كتير ولكن ترجع مرة تانية لسه في النادي الاهلي ومحمود وحيد ودربة مرمى هي فيها كلام ولكن محمود احمد الشيخ احمد لحسام عشور احمد فاتحي هيجرب احمد احمد فاتحي يلعب بينية جميلة مش ممكن محمود وحيد ولكن فيها تسلل ولكن سيطرة كاملة للعايب النادي الاهلي في نص الملعب حتى الان هذا على طول صالح جمعة لباسم الزهير الايمن يلعب العرضية والسلام مش ممكن احمد الشيخ بلفها ولكن بينقزها حارس المرمى شوفوا جمال الكورة اللف والدوران والتزديدة وقرب المسافة ولكن حظه كويس ولكن رد فعل عالي من على طول حارس المرمى محمد الغندور هدي بنشوف العدى مرة تانية ومحمد الغندور بينقز مرمى من هدف اكيد من احمد الشيخ كان ممكن يبقى الهدف التاني عينه على الكورة واديه تمام التمام شبين رقم خمسة اللي كان عنده شدة عادلة واد العرضية وليس فيها كلام واد زحلة ازارو هدي على طول اللي قابليها يعني امور كانت غير طبيعية في المواجهات اللي هي مع الشمال الافريقي طبعا هدي على طول مرة تانية والشوال العرض بالتزديدة مروان محسن بيبحث عن اسعاد الجماهير واد العرضية ومروان مرة تانية ولكن برافو حارس المرمى على طول ولكن ما طوع الباسم عالي ترتدي الهجم على طول النادي الاهلي محاولات للنادي الاهلي لضافة هدف تاني ولد الاتراك ولد الانفراد واراها وابرافو في توقيت مناسب جدا على طول محمد الغندور حارس الفادة محمد شريف وانطلاق على طول المروان محسن من خلف المدافعين ولكن بيبص وشاف والتازر والعرضية ولكن برافو هدي الحارس الناشئ للنادي الاهلي وجمهورية شبين المعامل ولكن فضل حمودي وتدخل العربي وابتصل مرة تانية لشريف عدة مهارة هيلة بالعرضية العرضية جوة جول شريف شريف ولكن على طول هدف جميل وانطلاق جميل على طول عملها حلوة حلوة هدي مروان محسن ولكن اعتقد الهدف لشريف فعلا على طول انطلاقاته في المساحة الفاضية عدة مهارة وبص على طول على الزاوية البعيدة وبيحطها في القائم الايمن ترتدي داخل المرمى محرزا الهدف التاني الجميل لمحمد شريف هدي على طول بتشوف العادة وقد الانطلاق عدة مهارة وسرعة وعملها حلوة في الزاوية البعيدة وهدف تاني على طول للنادي الاهلي صناعة محمد شريف